نظم المجلس القومي للمرأة بتعاون مع مؤسسة شباب القادة برنامج قادة المناخ يهدف البرنامج إلى دعم الأفكار والمشروعات الخضراء للشباب سواء بدعم مادي أو فني إيمانا بمهارات الشباب وقدرتهم على إحدث تغيير مفيد للمجتمعات بهدف دعم أفكار الشباب نحو التغير المناخية نظم المجلس القومي للمرأة الحفلة الافتتاحي لبرنامج قادة المناخ بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة أنا سعيدة بيه جدا الوعي الكبير عند جيل من كل المحافظات بالقضية بقمة المناخ اللي بتصطدفها مصر في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر المعلومات اللي عندهم كتيرة وكبيرة جدا نحن سعداء جدا بالشراكة اللي عملتها مؤسسة شباب القادة مع المجلس القومي للمرأة الهدف الرئيسي منه أن احنا أطلقنا برنامج جسمه وبرنامج قادة المناخ الهدف منه أن احنا عندنا ابتكارات محترمة داخل الجماعات المصرية من مختلف الأنشطة الطلابية من مختلف الشركات النشأة وكمان شركات لسه بتعمل البروتوطايب الأولاني الهدف منه أن احنا ندي الدورات التدريبية اللازمة في كل مجال وكل تخصص شاهد الحفل حضور عدد كبير من طلاب وشباب الجامعات وطرح عددا من الأفكار والرؤى لمواجهة التغير المناخية كمية أفكار رهيبة من عقول الشباب وكلهم حماس فأنا سعيدة بصراحة أن أنا كنت موجودة وسمعتهم وأدعوهم كمان أنهم يدون أفكار أكتر من كده وأنهم ما يخافوش من حاجة لأن العالم كله بينظر إليهم الجمهورية الجديدة محتاجة لهم محتاجة لكل أفكار البرنامج يهدف لدعم الأفكار والمشاريع الخضراء للشباب سواء دعم مادي أو فني إمانا بمهارات الشباب وقدراتهم على إحداث تغير مفيد للمجتمعات